هون بقى ده جديد علي مصمت سوري جديد علي معلش عذر لجاه لي أنا سعود وعبد الرحمن باركة ليكم قصة الأول حكيتها لنا قبل ما نفتح الكاميرات إيه هي هي كنا في الشام نحنا نشتغل بيها نحنا بالأول فتحنا مصلحة لحمة لحمة ضاني خاروف نشتغل بيها وبعدين يعني نضافة للشغل صارت العالم تطلب منها الأكل ده الأكل ده يتطلب ايه الشغل النظيف يعني انت عارفة مثلا البومبار السجة عاوز نظافة المتعوب عليها يعني المراحل يجي الزبون وشوف المحل النظيف يسألنا مثلا ليه ما تفتحوا المجال ده هي فكرة ايجيت ايوه بس انتو مصلحة لحم يعني خاروف الضغن ايوه قزاء بس يعني احنا مش كنا مفكرين بيها انطرحت علينا صارتنا نسأل عليها ونستفسر ايه تنظيف ايه تاخد ايه شغل وبعدين فتحنا في الشام وشتغلنا بيها يعني انتو الاثنين ايوه احنا الاثنين مع بعضنا بعدين صارت الحرب وانتقلنا كل واحد صار بمكان واجتمعنا بعضات هون بمصر عن طريق الصدفة يعني صدفة ولا كنتو عارفين كل واحد ان التاني جاي مصر لا 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 بالعكس كان شكلها ايه لما تقابلته دي ايام ما تنتساش يعني يعني احنا لما شوفنا بعض احنا ما كناش مسدقين احنا لتقينا في بعض اصلا اه كنتو فين في شرع ايه ولا كنتو فين احنا كنا في الحي التاني اه قدام مدرسة ام المؤمنين اه تمام انا كنت بجيب حاجات ماشي كده انت وهو اه اه تمام انا كنت بجيب حاجات في السوبر ماركت هو كان بجيب حاجات وهيك فجأة يعني شوف ربنا ورز ايه معك وقتها انطرحت الفكرة انه ازاي انه السوريين هنا يعني دايما يفتحوا شو شاور ما شاور ما وكترت بمصر حبينا نفتح بقى حاجة غريبة ونحنا نفهم بيها ومعروف اسمنا في سوريا على الموضوع ده انه الحمد لله اللقمة طيبة والنظافة اول حاجة عندنا اه وفتحناها والحمد لله والعالم بلشت تيجي والدوق واني تعرف انت اول حاجة انه الريحة اه طبعا اه حساسة اهم حاجة الزنخة او ايه حاجة طبعا ما فيش الحمد لله انت كنت هناك عاملين مصمت ايوه طبعا طيب بس انا اللي تقال لي ان انتوا لما فتحتوا المصمت اللي هو مطعم الخال او مصمت الخال اسمه كده ايوه طبعا اه الناس ابتدت تسأل على مصمت مصري طبعا فانتوا قلتوا ايه ده يعني ايه صعب علينا ولا ايه رحنا عاملين لاتنين صح 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 ايه بقى اللي عندك هنا مزيج او شبه بعضه هلا اللي صار ده البومبار اللي محمر طيب احنا عندنا بسورة ما منحمروش ابدا امه دايما هو نطبخو نحشي رز و لحمة ولو تطبيق تطبيق تبهارات اه ونسلقوه نظام اه احنا بعد ما نطبخو نسلقو يعني اه نحمرو بالزيت وانتوا طريقة مصرية دي دائما واحنا بنحطش في لحمة كمان مش دايما اه طبعا لحمة وخضار كمان الحشوة بتاعكم بنحط رز وخضار مش دايما لحم عشان كده مثلا تطلب من العالم انه ييجي مثلا المصري اه تعقبوا حتى في حتى يعني يأكلوها على الطريقة السورية ويحبوها اه نقولهم مثلا نعملها على الطريقة المصرية لا يعني نخلوها على الطريقة السورية اه كده قطيب يعني يعني يستمتع بها بس والمقابل كمان في مصريين حبوها ايه على طريقتهم هي احنا ليه ما نعملوها يعني نشتغلون ايها نحمرلون ايها وننزللون ايها وكتير تعجوهم الحمد لله طائد